والأولا شكرا للاستضافة وتحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام لا شك بأن النظام الدولي العالمي سوف يتغير كثيرا عن السابق كذلك من الناحية العسكرية السياسية النظام المالي النظام الاقتصادي كله مرتبط بما يحدث الآن في أوكرينيا لذلك لا أستبعد بأن يكون هناك تغييرات جذرية في النظام العالمي على صعيد الاقتصادي العسكري السياسي الدبلوماسي كذلك على صعيد الأمم المتحدة أيضا ملامح هذا النظام من وجهة نظرك سيد سوما والأولا روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولها حق النخض الفيتو أعتقد سوف يكون هناك مقترحات لتغيير ذلك لأنه ليس بالإمكان بعد الآن إجراء أي اتفاق حول أي قضية لها علاقة بالسياسة الروسية والأمريكية في الوقت نفسه لذلك أعتقد سوف يكون هناك نوع من قرار على صعيد الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتغيير نظام مجلس الأمن الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر